نفتح كارت الكارت بيقول كيف يفكر فريرة في تشكيل الكمة واستعادة حسام عبد المجيد حسام عبد المجيد خلاص هينضم للفريق طب الراجل بيشتغل بتلاتة دايما في الخط الخلفي هو لعب بحمزة المسلوس الماتش اللي فات سيرد باك طب هيلعب بسيرد باك ولا هيرجع حسام عبد المجيد حسام عبد المجيد رجع رجع هو راجل مقتنع بيه ومؤمن بيه تماما طب هلا هيكون على حسام مصطفى الزناري وللعب بقى بالتلاتة الزناري جنب حسام عبد المجيد جنب محمد عبد الزرغاني ويرحل حمزة المسلوسي ناحية الليمين وأحمد فتوح ناحية الشمال خاصة ان في ناس كتير بتكلم عن عمر جابر لكن الراجل عنده قناعة كبيرة بعمر جابر عمر جابر نفسه اشتكى من السوشيال ميديا مسكى بقالها يومين سوشيال ميديا الزمالك مش حد تاني انت بتعمل ايه وانت ظروفك ايه وانت جاي بتعمل ايه فالضغوط دي خلي بالك برضو عمر قامة ربك في اسم الزمالك لكن بقاله خمس سنين بعيد عن القصة دي خالص لعب في اللوس انجلوس في امريكا ولعب في البراميدز وبازل حسس او بازل تلات تلات اندية فبعد قوي عن الضغوط دي فجأة لاجع بكل شراسة شاف القصة دي هو بيقدى ادوار مهمة جدا بالنسبة لفريرة فالرجل عنده البدائل دلوقتي اللي يقدر اتحرك فيها رغم غياب قيمة كبيرة زي ما انت قلت في الانترو زي الوينش لكن في النهاية يقدر يتحرك فيهم بشكل اللي هو عايزه خاصة كمان ان محمد عبدالشافي ممكن يرجع صحيح عبدالشافي بعيد لكن هو برضو عنده قلع ان عبدالشافي يقدر يقوم بادوار تكتيكية مختلفة سواء كلعب خط وسط او حتى كباكليفت لو احتاج لحمد فتوح يعني مين يلعب في الزمالك انا اعتقد ان الزناني اثبت وجوده بشكل كبير جدا وعبدالغاني ركيزة اساسية وقد يدخل معهم حسن عد المجيد ويتم ترحيل حمزة المسلوسة الى مركز الزهير الايمن انه برضو الرجل عنده قناعا ان المسلوسة ميطلعش من ملعب سيحياته ممكن يحتاج لعمر جابر في خط الوسط ويبقى فيه هو وعمر جابر وروأة والوردي يشوف اتنين منهم يلعبوا في هذه المنطقة مع عزيزه امام عشور جناح اه اه في الاغلب هيلعب جناح ناحية الشمال عشان يعود قصة هو يعني مش بنفس القيمة يعني لكن هو بيعرف يدفر القمشة بطريقته عشان يعود غياب الجناح القوي خاصة ان ابراهيم هنضاي برضو عنده قطب الهضروف واصابة مش هيبقى موجود فممكن يلعب به هو وزيزه عامر السيسي ومستوى الشهر مش ممكن بمفجأة؟ اه الرجل يعني هو نفسه هيخده بكل حاجة لكن هو شايف ان الاثنين دول تحديدا ومعام يوسف حسن ياخده بعد ماتش السوبر يدخله تدريجيا في الماتشات ودي دي طريقته بشكل عام لكن هو في النهاية لازم ياخد كل الاوراق اللي معاه لحين ان هو يشوف الوضع ايه لكن يوسف حسن مش موجود خالص في الماتش الجاي مش موجود لا مش موجود